اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان ما شهدته مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من اعمار للجوامع والمساجد وازدياد في اعدادها في كل محافظات المملكة يعكس ايمان جلالته العميق بدورها الحيوي كمنابع للوحدة المجتمعية ومنابر للخير تسهم في تعزيز القيم الاسلامية والروابط الاجتماعية ومبادئ الوحدة والسلام لافتا سموه الى ما تقدمه المساجد والجوامع الى العالم عن رسالة الاسلام في ابها صورة كدين يدعو الى السلام والتعايش جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية حيث تشرف فضيلة الدكتور الهاجري باهداء سموه كتاب جوامع ومساجد مملكة البحرين التي شيدت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم والذي يستعرض الجوامع والمساجد التي تم تشيدها في عهد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي تأتي دليلا على ما تحظى به دور العبادة من مكانة سامية توجه لها كافة الجهود لتطويرها واعمارها وعرب سموه عن شكره وتقديره على هذا الاهداء منوها بكافة الجهود التي بذلت من أجل جمع وتوثيق وإعداد الكتاب موجها سموه في السياق ذاته إلى ضرورة الاستمرار في خطة تطوير الجوامع والمساجد على مدار العام بما يسهم في مواصلة إعمار بيوت الله وتهيئتها أمام المصلين وفق أعلى معايير الجودة المعمارية والتصاميم الإسلامية في كافة محافظات المملكة داعيا الله عز وجل يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن وأبنائه من جانبه أعرب رئيس مجلس الأوقاف السنية عن اعتزازه بما تحقق في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم يده الله حيث شهدت مملكة البحرين منذ عام 1999 افتتاح مسجد كل 36 يوما حتى الآن وباتت المملكة زاخرة ببيوت الله في مختلف مناطقها مشيرا إلى أن أكثر من نصف المساجد الحالية تم تشيدها في عهد جلالة الملك المعظم رعاه الله مشيدا بما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من رعاية واهتمام وعناية بدور العبادة في المملكة منوها بأمر سموه حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية داعيا الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومؤزرة سموه ويديم عليها الأمن والأمان والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر